الكمبيوتر بتاعي بيفتح البرامج في وقته طويل قوي هو مفيش حل للموضوع ده زي ما بنعمل رفريش للجهاز فيه برضو رفريش للرامات واللي ممكن تكون سبب المشكلة دي لكن الموضوع حلها بسيط جداً كل عليك انك هتيجي على الكيبورد وهتفتح اوامل الرن اللي هي ويندو ار زر الويندو والار هيفتح لك الصفحة دي وهتكتب فيها الامر اللي قدامك ده MDSCHED.exe واللي بعدها هيجي للك خيارين هي اما ان انت تراستر الجهاز دلوقتي عشان يبدأ اصلاح ليه الرامات او يشوف لو فيها مشاكل او لا او تخلي جهاز يعمل ده automatic اول ما تيجي تعمل restart في اي وقت بعد كده بعد ما بتعمل restart الجهاز بيبدأ يعمل check وبيبدأ يشوف اي مشاكل موجودة في الرامات واللي بتقول بدور ان هي بتعمل refresh للرامات بحيث ان لو في اي مشاكل في الرامات تصلحها وبعدها هتحس بفرق في فتح البرامج في جهازك ولو عايز تعرف اقوى برنامج تقدر تعمل بيه تنظيف الملفات الجهاز وتسرعه وتخليه شغال اقوى وبشكل مجاني تماما شوف الحلقة اللي ظهرة في الجنب هنا موسيقى